محبي قناة قصة بطل مرحبا بكم. بقيت اقل من اربع ايام على انطلاق مباريات نصف نهائي اعظم بطولة اوروبية دوري ابطال اوروبا. المباريات الحارقة اللي غيش اهدوها المغاربة بطعم خاص. علاش لو احنا عدنا ثلاث اسود. وصلوا لنصف نهائي رفقة الاندية ديالهم وماشي هادش فقط. بل كانوا مؤثرين بشكل مباشر فهذا البطولة عكس باقي السنوات. وهادش لاش درنا هاد المقطع. باش نعطيكم شنو قدم كل من نصير مزراوي براهيم دياز واشرف حكيمي فهد المنافسة والتأثير ديالهم المباشر في الاقصائيات. وفي الاخير غنعطيكم التوقع ديالي ومواعد هاد المباريات بالاضافة الى لقاءات الدوري الاوروبي والمؤتمر الاوروبي. فالك انتي منع اشاق هاد البطولة كمل معي المقطع تل الاخير. وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناة لكن تجديد. ودابا نبداو على بركة الله. البداية غدي تكون مع نصير مزراوي. صراحة نصير رغم الاصابات العضلية المتكررة اللي كيتعرض لها والمنافسة الكبيرة في فريق بحجم البافاري الا انه تمكن العب عدد كبير من المباريات كرسمي في دوري ابطال اوروبا. اربع مباريات من اصل ستة في دور المجموعات. والدخول الاساسي دهابا ضد لاتسيو في الدور ثمون. وايابا ضد ارسونال في الربع النهائي بمعدل ربعمية وسبعين دقيقة في المجموع. ما غنهضروش على دور المجموعات. لان التأثير دياله كان واضح والدليل ان كل مباريات تخرج فيها بتنقيط عالي كي فوق سبعة. ولكن المباراة اللي تبث فيها نصير انه فعلا لاعب كبير. وكي استحق تواجد معنادي بحجم البايير. وهي مباراة الاياب ضد ارسونال. المواجهة اللي تحصل فيها نصير على اشادة كبيرة من الصحافة الارمانية. لأكدت بان غياب ديفيز في الجهة اليسرى كان ايجابي للبايير من خلال ظهور بطلنا مزراوي في هالطرف بشكل متميز دفاعيا وهجوميا على عكس الكناضي ديفيز اللي كان كي ينصار صف الامام وكي يترك مساحات كبيرة في الخلف كي يستغل لها الخصوم. غادي نعطيكم تفاصيل من اللقاء باش نقربكم من تميزات البطل ضد ارسونال ايابان. لعب ستو سبعين دقيقة قام بابعاد هجمة خطيرة منظمة وفاز بخمس صراعات تنائية وقدمت مريرتين مفتاحيتين. لكن الاهم ان مزراوي يوقف اهم عنصر كي يشك الخطر بالنسبة الارسونال وهو ساكا. وكيف كان قلوه بالدريجة دارو في جيبو. بحيث الجناح ساكا خسر الكرة تلطاش للمرة وكيف ما قلنا ما نجحش في خمس صراعات ضد نصير ما دار احتشي عرضية صحيحة وما سدد احتشي كرة مؤثر على المرمى وهذه اللي كي بيه النجاح المغري بفادي المواجهة الفرضية ونتيجة هذا العمل الكبير تلقى الثناء من المدرب توخيل اللي قال فخور بالفريق ككل والاداء الرائع المزراوي ضد ساكا في الجهة اليسرى. المهم نصير كان مؤثر جدا في وصول البايير الى دور النصف النهائي والان كين تعدروا تحدي جديد وهو المباراة دي تاريال مادريد الخاصم الصعب والمرشح لحصل البطولة. لكن المهمة غتكون صعبة جدا هاد المرة وهي محاولة ايقاف فينسيوس او رودريغو او دياز. وكانت من ناول البطل ديالنا كل توفيق ان شاء الله. لان غندوزل الاسد الجديد ابراهيم دياز. هاد البطل العفاد الموسم في دوري ابطال اوروبا معدل يقارب تلتمائة دقيقة. بالنسبة لدور المجموعات بعض المباراة الدخل فيها كاحتياطي وبعد المباراة كاساسي. وقدم اداء محترم خصوصا في المباراة الخامسة من دور المجموعات ضد نابولي. ان بلقاء جيد كان مساهم فيه تهديفيا من خلال صناعته الهدف تعادل لسجل رودريغو بعد ما كانوا نابولي متقدمين. ولكن تأثير الكبير ديال هاد البطل مع ريال مادريد في هاد البطولة غايكون في الدور السطاش ضد رايبزيك. مباراة كانت صعبة جدا عانا فيها ريال مادريد بعد تضيع اصحاب الارض لعدة فرص محققة. وتصدي الحارس لونيل العشر كورات للتسجيل. وسيطرة المانية على اغلب مجريات اللقاء. لكن ابراهيم غير شكل المباراة تحول كل الموضايات لصالح فريقه من خلال مجهود فرضي. وسجل هدف جميل في الدقيقة اثمانية واربعين بطريقة رائعة. وبهاد الهدف الخرافي تحصل على تنقيض كبير وهو تمانية وفاز بجائزة رجل المباراة والهدف اللي يسجل كان هو الافضل في الجولة. لكن تأثير المباشر ديال هاد الهدف تأهل ريال مادريد غيبان في مقابلة الاياب في البيرنابيو. لان مادريد غي يعاني مرة اخرى مع لايبزيك وغتسالي المباراة بالتعادل واحد الواحد وبصعوبة. ولولا الهدف ليسجل براهيم في الدهاب. لكن سيناريو يقدر يكون مختلف نظرا لقوة الفريق الالماني في ديك المقابلة. وبهذا نقدر نقول ان المغربي عنده تأثير كبير ومباشر في دوري ابطال اوروبا مع الريال. وايضا ضد مانشيستر سيتي دهابا وايابا كان عنده دور مهم بعد ما كيدخل في الشو التاني وهو الاحتفاظ بالكرة الاطول فترة ممكنة ضد فريق اللي كيسيطر وكيسترجع الكرة بسرعة واحتى دفاعيا كان جيد في منظومة مادريد. وفي الاخير احنا فخور ان يكون عندنا لاعب بهذا المستوى ومساهم في وصول فريق من حجم ريال مادريد الى نصف نهائف بطولة كبيرة كدوري ابطال اوروبا. والان جاء الدور الى اشرف حكيمي واللي كان اتابره من اهم العناصر في باريسان جيرمان في تشامبيونس ليغ هاد الموسم. وهاد شيبان بداية من دور المجموعات اللي تقلق فيها اشرف بتقديم مباريات كبيرة والمساهمة في تأهول من مجموعة قوية وبصعوبة. كل مباريات كان يخرج بتنقية اللي كيفوت سبعة سواء ضد دورتموند او نيوكاسل او ميلان وفي المواجهة الصعبة ضد دورتموند تجي الهدف جميل وكان نجم اللقاع. لكن قيمة هاد البطل الكبيرة والتأثير دياله الواضح لمنظومة انريكي غيبان في مباراة الاياب ضد البارسا. كلنا شفنا معاناة باريسان جيرمان في مواجهة الدهاب وعدم توازن في المنظومة الدفاعية خلت الفريق يخسر بتلاتة الجوش. ولكن في الاياب اداء الفريق تغير. وعودة بطلة اشرف فعل ان كانت ايجابية بشكل كبير. حاكيمي قدم مباراة رائعة وكان احد نجوم اللقاع. صنع هدف فيتينيا التاني وساهم في الهدف القاتل الرابع بانطلاق سريع وتمرير محكمة المبابي دفاعيا سد الممرات العرافينيا وكانسيلو باعتراض العدة عرضيات والتفوق في ست مواجهات تنائية كما انه قدم اربع تمريرات مفتاحية وحاول احتى التسجيل بتسديدها جيدة ابعدها اشتاقا. وفي الاخر نال تنقيض جيد سبعة فاصلة ثلاثة وتحصل الى ايشادة كبيرة من الجمهور الباريزي اللي اعتبروا ان العودة دياله كانت مهمة لتجاوز عقبة البرصة والوصول الى دور النصف النهائي. وبطبيعة الحال اشرف عنده تأثير كبير ومباشر في الوصول لهذه النقطة. قبل ما نعطيكم توقع ديالي لشكون غادي تأهل النهائي. وشكون غادي يفوز بالبطولة. خليونا اولا نهضرو بخلاصة. على المحترفين ديالنا المغاربة في الدوري الاوروبي ومسابقة المؤتمر الاوروبي. بداية من امين عدلي اللي انجح في التأهل الى النصف النهائي مع فريق ليفركوزن بعد التفوق على نايف اغرد مع ويستهام وبذلك المرور الى النصف لملاقات روما. وفي الطرف الاخر كين امين حاريث واوناحي اللي انجحوا في تجاوز بين في كب ضربات ترجيح بعد التعادل في المواجهتين جوش الجوش. والتأهل الى النصف النهائي لمواجهة اتالندا في مباراة ستكون صعبة جدا. هذا بخصوص الدوري الاوروبي. اما بخصوص دوري المؤتمر الاوروبي قدر ايوب الكعبي ويوسف العربي قيادة فريقهم اولمبياكوس الى دور النصف نهائي لملاقات استون فيلا. قبل ما نختمو ضروري ما نقربوكم المواعيد المقبلة لابطالنا في المسابقات الاوروبية. نوسيرو ابراهيم غادي تواجه دهابا يوم تلاتين من هاد الشهر بالاليانز ارينا بميونيخ فيما ستكون مباراة العودة في البيرنابيو يوم ثامن ماي المقبل. اما اشرف حاكيمي فغي يواجه من جديد دورتموند اليوم الاول من شهر ماي ذهابا والسابع من نفس الشهر ايابا. اما بخصوص اناحي وحارث سيكون لقاء ضد اتالنطا يوم التاني والتاسع من شهر لمقبل ماي ونفس التاريخ غادي نشوف فيه امين عدلي ضد روما وايوب الكعبي والعربي ضد استون فيلا في مسابقة المؤتمر الاوروبي. اما بخصوص توقع ديالي بخلاصة نشوف ان الريال غادي يتأهل على حساب الباير وباريسان جرمان على حساب دورتموند وفي النهائي غادي يكون لقاب بحوزة ريال مادريد. ما تنسوش احتنتوا ما تعطيوني التوقع ديالكم في التعليق. وشكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة. مونير يحييكم الى مقطع قادم ان شاء الله.